اشتركوا في القناة مع توقعات كل الابراج نحكي كل الابراج ولكن في ثلاث ابراج احنا منركز عليها في حلقة يوم امس ركزنا على الحمل والثور والجوزاء بكل شيء يعني زي توقعات شهرية كاملة بالنسبة لهم الان اليوم او في هاي الحلقة رح نركز على كل يعني رح نحكي عن كل الابراج ولكن رح نركز اكثر شيء على السرطان وعلى الاسد وعلى العذراء طبعا بالنسبة للقمر اليوم هو موجود في منزلة النثرة في برج السرطان استقر بلاش يعمل زوايا ومنزلة النثرة هاي هي المحبة والزواج والصلح وقضاء الحواج رح يمكث القمر فيها لغاية الساعة خمسة واربع وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الاردن منزيد ثلاث ساعات بتصير الساعة ثمانية واربع وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت الاردن القمر بنتقل وبيصير في منزلة الطرف او الطرفة وهي منزلة للمضرة والمشاكل رغم انه هو في منزلة المضرة والمشاكل الا انه القمر رح يكون سعيد اليوم لانه بشكل ثلاث زوايا قويات وهاي الزوايا هي زوايا ايجابية رح تكون الثلاث زوايا يعني تسديس تنتين وحدة تثليث رغم انه فيه تربيع وفيه مقابلة الا انه زوايا الايجابية بتطغى طبعا بما انه القمر موجود في برج السرطان معناته تأثير الفترة هاي على جميع الابراج اننا بنشعر في هاي الفترة اننا عنا قوة العاطفة عالية جدا بنحاول خلق جو من الامان النا ولا احبائنا من ميل لعمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات ومن من يذرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في البومه يجب ان ننتبه اكثر لطعامنا وشربنا لانه في الفترة هاي بصير في عنا حافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لانه حساسيتهم بتكون في اوجهة في الفترة هاي بوسعنا شراء عقار او استئجار عقار او اهتمام بالعقارات تحديدا وزراعة نبتة او شجيرة الانتباه اكثر لاطفالنا قداء وقت ممتع في البيت برضو جيدة هي للديكورات والتغييرات الداخلية بالنسبة للزوايا الفلكية اول زاوية فلكية وطبعا الزوايا الفلكية بتأثر على كل الابراج وتأثيرها كل اليوم بتظلها موجودة الزاوية الاولى هي زاوية تسديس راح تكون بين القمر وبين الشمس وهاي راح تكون في تمام الساعة 12 و52 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش بنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساندة والدعم من الاصدقاء نتجه لتغليب العقل وبنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تسديس ايجابية راح تكون بين القمر وبين اورانوس وهاي راح تكون في تمام الساعة 10 و32 دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منها ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تقابل سلبية وهي زاوية بطيئة راح تكون بين المريخ وبين نبتن طبعا بما انها تقابل والمريخ ونبتن والمريخ سعيد نبتن هو المنتحس فتأثيراتها مش بها التأثيرات القوية راح تكون ولكن انه بتظلها هي سلبية ولكن زي ما حكينا تأثيراتها مش قوية استمرار الزاوية هاي راح تستمر قرابة الاسبوع القادم كامل طبعا هي اوجها في الساعة خمسة واثنين واربعين دقيقة مساء هاي الزاوية تأثيرها انه بينتابنا شعور بالتشتت وعدم التركيز بتزداد حالات التسمم الغذائي ممكن نتعامل مع بعض الاشخاص ونكشف لاحقا انهم بيكذبوا علينا بدهم يحذروا الاشخاص اللي بيتناولوا الادوية من تناول الادوية بطريق الخطأ اما بالنسبة للزاوية الاخيرة فهي زاوية تربيع سلبية راح تكون بين القمر وبين الزهرة وهي راح تكون في تمام الساعة عشرة وثلاثة وعشرين دقيقة مساء اكثر المتضررين اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لانه في هاي الفترة بيتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود باسراف دون حساب طبعا بالنسبة لاخل المسار القادم بما ان القمر موجود بالسرطان راح يكون يوم الجمعة ثلاثة التسعة بيبدأ في تمام الساعة خمسة وثلاثة وثلاثة وثلاثين دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة ثلاثة وسبعة وخمسين دقيقة عصرا لينتقل القمر بعدها لبرج الأسد اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار الهلال خمسة وعشرين يوم في تمام الساعة احد عش وست عشر دقيقة مساء بيصبح ستة وعشرين يوم نسبة الإضاءة خمسة وعشرين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم اثنين وعشرين تسعة سعيدة بنسبة خمسة واربعين في المية القمر في السرطان حتى يوم ثلاثة تسعة سعيد بنسبة ثلاثين في المية عطارد في الميزان حتى يوم سبعة وعشرين تسعة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية الزهرة في الميزان حتى يوم 10-9 سعيد بنسبة 45% المريخ في العذراء حتى يوم 15-9 سعيد بنسبة 15% المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم 18-10 منتحس بنسبة 10% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوتو في الجذي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم بتنهمكوا في أمور الهاصلة بالبيت بما أن القمر موجود في البيت الرابع ورح يشكل زوايا إيجابية إلا أنه في زاوية وحيدة هي اللي بين القمر وبين الزهرة هي السلبية فعشان هيك اليوم الأجواء جيدة على مستوى البيت بتخلي نوع من أنواع التواصل الجيد ما بينك وبين أفراد العائلة بتخلي في قوة ثقة ما بينكم تعاطف أهم شيء أنك ما تحاول فرض وجهة نظركم أو تحاولوا فرض وجهة نظركم على أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم أهم شيء أنك تحاضروا من الخلاف والانتقاد والمواقف المعاكسة ممكن البعض يستاء من تصرف أحدهم اتجاهك يعني سوء تفاهم أو تجاهل مثلا أو انتقاد لإلك يسبب لك نوع من أنواع ردات الفعل السلبية فعشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب أهم شيء أنك تنظم جدوى الأعمالك ونشاطاتك اللعباء بالفترة هاي عادة بتكون كثير وبكون عندك كثير من الاهتمامات أو التحركات خلال الفترة هاي وممكن إنك ما تجد وقت للراحة برج الثور طبعا اليوم بما أن القمر في برج حليف لإلكم فبتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات والتحركات النقاشات الحوارات حتى الامتحانات برضو الفترة هاي ممتازة جدا كونوا أكثر صبر على الطرقات فقط بدكوا شوي التركيز لأنه المريخ هو اللي بيسبب زوايا زي ما حكينا بتخلي الواحد يتشتت فكريا هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان تقدروا تدافعوا عن مبادئكم ولكن حاولوا أنكوا تدافعوا بليوني ودبلوماسية وحاولوا أنكوا تنتبهوا لكلامكم وحاولوا أنكوا تحفظوا خط الرجعة دائما بأي تصرف بتقوموا فيه اليوم عندك كثير من اللقاءات والاجتماعات ممكن تهتم لموضوع العلاقة بالعمل والعمل هذا بيكون مفيد بالنسبة لإلك ممكن تتخذ اليوم بعض القرارات المهمة المهم أنه بعضكم رح يهتم بأمور إلها علاقة إما بالكمبيوترات أو بالاتصالات أجهزة الاتصالات أو مثلا ممكن أنه يعمل صيانة لسيارته مثلا أو أجهزة إلكترونية برج الجوزة طبعا اليوم بيحمل معاه فرص مالية الفرص المالية عادة لما بيكون في بيت المال بيكون إلها علاقة بالعمل الإضافي كأكثر أو من عمل إضافي منكوا ممكن يسترد مال بيعود له أو يحصل على هدية أو نوع من أنواع الدعم أهم شيء أنكوا تخففوا من النفق حاولوا أنكم تنظموا أموركم المالية وحاولوا أنكم ما تسمحوا للأقصى بأنها تتراكم عندكم ادفع المستحقات والأولويات اليوم رتب أمورك المالية بشكل جيد حاول أنك ما تخلي أي شخص أنه يغشك وبرضو حاول أنه يعني هيك يعني ما تخلي أي شخص يدفعك لتوظيف الأموال لأنه سهل جدا اليوم أنه يصير في عندك إشيء العلاقة بالخداع المالي أو يخدعوك ماليا وفي اليوم من موليد برج الجوزاء اليوم بيكون عندهم مصريف المصريف هاي عادة بتكون بيتية عائلية مشتريات ترتيبات أشياء تصليحات العلاقة بالمنزل برج السرطان طبعا بما أنه بدنا نحكي عن برج السرطان بالتفصيل فبدنا نأخذ إحنا من البداية يعني أول إشي بنأخذ البيت الأول لإلك البيت الأول لإلك اللي هو بيجي برجك يعني بمعنى آخر اللي هو السرطان هو البيت الأول والقمر موجود فيه فاليوم أنتوا بتتميزوا بطاقة عالية جدا وعندكو نشاط عندكو حيوية وعندكو قدرة على إنجاز كثير من مشاغلكم ما تترددوا في فرض وجهة نظركم اليوم تزداد عزيمتك وبترتفع عندك المعنويات والحضوض بشكل جيد جدا بتكون الفترة هاي ناجحة في أي تحرك بايش اتجاه أنت بدك تتحرك فيه في تقريبا يعني بيكون نسبة عالية من النجاحات فيه ممكن اليوم تلمس انفراج أو تقدم أهم إشي إنه تركز أثناء حركتك لأنه المريخ زي ما حكينا بشكل زاوية مع القمر يعني بدك تركيز أكثر حاول إنك ما تخلي الوسواس يشتغل عندك وردات الفعل السلبية هاي أهم نقاط بالنسبة للبيت الأول ما فيه أي كواكب موجودة إلا القمر بالنسبة للبيت الثاني اللي له علاقة بالمال اللي هو برج الأسد برضو خالي من الكواكب فعشان هيك الوضع المالي بيكون على حسب طبيعة حياتك إذا كنت بتشتغل أو ما بتشتغل أو هود يعني الوضع المالي ما بعطيه لا فرص إيجابية ولا إشي سلبي يأثر عليه أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا الشمس موجودة وعندك المريخ موجود الشمس الآن ما بتشكل زاوية سلبية يعني هي الآن بتشكل زاوية مع أورانوس فعشان هيك بيصير فيه اهتمام إلها علاقة بالإخوة بالجيران بالاتصالات بالمواصلات بالتنقلات ممكن سفريات قصيرة تحركات على يعني أكثر من صعيد يعني عندك نشاطات حلوة وممتازة لحد الآن أكثر المستفيدين وهم اللي بكونوا موليد العشرية الأولى موليد العشرية الثانية تقريبا هم أكثر الناس اللي بيستفيدوا من هاي التحركات لحد الآن من موليد برج السرطان ولكن بتكوا تنتبهوا لأنه أورانوس هاد بتجيب شغلات مفاجئة يا بيجيب مصاريف يا بيجيب أعطال إلها علاقة بالسيارات أو بالإلكترونيات أو اهتمامات بتكون مجالات بالاتصالات بتكون كثيرة بالفتراء بالنسبة للمريخ بما أنه بشكل زاوية تقابل ما بينه وبين نبتون رغم أنه هو سعيد في مكانه إلا أنه هو بيأثر على موليد العشرية الثالثة صار هسا حاليا أكثر شي هدولة بدهم يديروا بالهم أثناء قيادة السيارة أثناء تحركاتهم يركزوا بشكل جيد أثناء حواراتهم ونقاشاتهم عصبيتهم شوي بتكون يعني ظاهرة على الساحة بحاولوا فرض وجهة نظرهم أو سلطتهم على حواليهم ممكن ينتقدوا أي شخص بطريقة يعني مثلا بيتصل فيه بردش عليه تلفون فبروح لوه معصب وكلام جارح أو لاذع بيكون من خلال الرسائل يعني بظل يتصل يتصل بعدين رسائل جارحة أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعاً لدينا عطارد الموجود عطارد برضو سعيد اليوم وضعه جيد بالنسبة للعشرية الأولى بيساعدهم في أمور إلها علاقة بالعلاقات العائلية والبيتية وفرحات أو اهتمام بأفراد العائلة أو في البيت أو تغيير سكن مناسبات عائلية بتكون كثيرة بالفترة أو لقاءات عائلية بتكون مميزة الزهرة لأنه برضو في البيت الرابع وهو جاي تقريباً في العشرية الثالثة على حدود العشرية الثالثة تقريباً فهونا الإهتمام بيصير في أمور إلها علاقة بالأفراح مناسبة فرحة اجتماع عودة مسافر لقاء مثلاً بيصير من خلال أفراد العائلة من فترة ما اجتمعوا أمور إلها علاقة بأحد الوالدين برضو بتكون ممتازة الزهرة بتشكل هي زاويتين تربيع زاوية مع القمر حكينا عنها وزاوية اللي هي مع بلوتو هاي بتسبب خلافات لبعض الأشخاص مش لكل مواليد برج السرطان ممكن تنتهي علاقة عاطفية ما بينهم إذا كانت العلاقة مش مكتملة يعني أو في بعض المشاكل فيها فممكن تنتهي العلاقة أو يقطعوا العلاقة أو إنه شوي يهربوا من واقعهم بعلاقة عاطفية بشكل سريع جداً وتعتبر مش العلاقة اللي ممكن إنها تستقر بالنسبة للبيت الخامس طبعاً البيت الخامس ما في أي كواكب موجودة على المستوى العاطفي وعلاقتك في أبنائك أو حتى بمستوى الهوايات والنازوات كلها ما في أي شيء يعني أنت على طبيعتك بتتعامل في هاي الأمور بالنسبة للبيت السادس نفس الشيء البيت خالي من أي تأثيرات للكواكب على مستوى العمل والصحة يعني نشاطاتك هي اللي بتحتم نجاحك أو عدم نجاحك في هذا المكان بالنسبة للبيت السابع هنا نيجي من ركز عليه لأنه هنا بلوتو بلوتو بشكل مع الزهرة حكينا زاوية تربيع ولكن بشكل زاويتين إيجابيات وهو بطبيعته بتراجع فهو بطبيعته منتحس وتأثيره على موليد العشرية الثالثة تحديدا وهذا بيت الشراكة بسوي خلافات ما بين الشركاء شركاء المال أو شركاء العاطفة يعني ما بين الأزواج وممكن يسوي هجوم مفاجئ زي عدوات ولكن بتكون أنت الملام فيها يعني دايما بنحط الحق عليك لأنه ما بتعرف تدافع عن حالك وهو بضعف من طاقتك في هذا المكان وكثير من هدول الموليد يعني بيكون الخلافات واصلة لحد لا عودة ما بينهم وبين أزواجهم أو تصل لهاي المرحلة فعشان هيك بنقول لهم ضبط الأعصاب مطلوب ما في داعي لتصعيد الأمور وما في داعي لأنك تكبر الخلافات اللي توصل لمرحلة الفصل اللي عنده قضية قضائية بالفترة هاي وخصوصا إلها علاقة بالنفقة أو إلها علاقة بالأمور هاي فممكن إنك تنشطها ولكن أنت حاسة البلوتو شوي أنا بضعف إنه حلها بيكون قريب فعشان هيك القضايا القضائية بالفترة هاي بصير عليها نوع من أنواع المماطلة أو يعني ما بتمشي بالشكل اللي أنت بدك إياه بسرعة أما بالنسبة للبيت الثامن البيت الثامن هنا الأموال المشتركة وبما إنه عندي زحل بتراجع وعندي المشتري برضو بتراجع وهذا ما يخذ العشرية الأولى وهذا المشتري ما يخذ العشرية الثالثة فهو أنا بنلاقي إنه مشاكل أغلبها بتيجي على الأموال المشتركة يعني أموال الزوج عليك الديون عليك قروض أموال البنك بدك قرض مش عارف تحصله أو بيتأجل مش ماشي الأمور عليه بتحاول تطلب مساعدات بتجيب لك مصاريف من تحت الأرض والمصاريف هاي عادة بتكون مصاريف لها علاقة بالبيت والعائلة فعشان هيك انتبه على أموالك ويحذر من النصابين والمحتالين وما بنصحك بالدخول بأي مغامرة مالية وخصوصا شراكة جديدة أو موضوع بتعلق بالأمور المالية لأن الكواكب هاي بتتراجع في هذا البيت فعادة يعني الأمر بكون مغامرة وممكن يصل لمرحلة التهور كمان أما بالنسبة للبيت التاسع فالبيت التاسع طبعا نمتون موجود برضو بيتراجع رغم أنه بشكل زاويتين إيجابيات يعني أول زاوية الأساسية اللي هي تسديس مع بلوتو إلا أنه هو منتحس لأنه بتراجع فهنا هاي اللي عنده امتحانات جامعية عنده سفر عنده سفر بعيد مثلا أوراق هجرة قضية قضائية برضو بصير فيه نوع من أنواع البطء في مسارها وبتلاقي أنه الأمور ما بتمشي معك مثل ما بدك فيه رغبة للسفر ولكن الأمور مش ماشية إذا صار فيه سفر ممكن يتأجل أو يصير فيه نسيان أو فقدان لبعض الأوراق أو المعاملات يعني فيه تعطيل ما بمشي بالشكل اللي أنت بدك إياها بالسلاسل اللي أنت بدك إياها ودائما فيه نوع من أنواع الشك في أشخاص إما على مستوى الدراسة الجامعية أو على مستوى أشخاص خارج البلاد ومعلومات دائما بتخلي يعني بتستنزف من طاقتك بسبب سوء المعلومات أو المعلومات المحرجة أو أشياء بتسم البدن أنت بتدخل فيها طرف وانت ما إلك علاقة فيها بالنسبة للبيت العاشر البيت العاشر طبعا ما فيه أي تأثيرات للكواكب بيت السمعة فنفس الشيء أنت اللي بإيدك تنجح فيه أو تفشل فيه أو تشوه سمعتك بتصرفاتك فعشان هيك ما فيه أي تأثيرات للكواكب لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة لبيت العلاقات والأصدقاء أورانوس الموجود فعشان هيك هنا بدنا نركز أورانوس بشكل جاي في الوسط تماما للبرج وهو بأثر على موليد العشرية الثانية تحديدا هدولة بصير خلافات وسوء تفاهم بينهم وبين أصدقاهم أو بيكتشفوا بعض الأصدقاء بطريقة مذهلة جدا أنه خيبة الأمل أو ممكن أنه يحكم عليهم بحكم قطعي بينهم أساؤلهم وبينه العلاقة معهم بيوعدهم بأشياء ممكن يخلفوا معهم من دعوات أو من مناسبات اجتماعية بيصير معهم خلافات وسوء تفاهم برضو بشكل مفاجئ عشان هيك بدهم يديروا بالهم أثناء تعاملهم مع أصدقائهم أثناء علاقاتهم الاجتماعية أو تعاملهم بمستوى العلاقات الاجتماعية بدهم يكونوا حذري بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب طبعا ما في أي تأثيرات للكواكب يعني هو القمر الأسود اللي بتراجع شوي بيخلي في نوع من أنواع الاهتمام للروحانيات أو الغيبيات أو أمور إلها علاقة بالمؤسسات الكبيرة زي المستشفيات أو السجون تهتم فيها بشكل مميز برج الأسد طبعا بالنسبة لبرج الأسد يعني نيجي على البرج ككل ما في أي كواكب موجودة فيه يعني نفس برج الأسد ما في أي كواكب بتأثر عليه داخلي فيه على المستوى الشخصي فشخصيتك بتحتم عليك أو بتتغير على حسب طبيعة حياتك اللي أنت عايشها حسب المجتمع اللي أنت عايش فيه يا أما بضغط عليك وبسبب لك مشاكل يا أما أنت بتتجاوز المصاعب هاي لحالك بإيدك وبتتعب على حالك وبتحاول أنك تخرج من هاي الضغوطات أما بالنسبة للبيت الثاني وهو إلو علاقة ببيت المال منجد أنه الشمس موجودة وهاي تقريبا على حد العشرية الأولى لأن صارت تجاوزة العشرية الأولى بدأت تدخل على العشرية الثانية هدولة الأشخاص شوي ممكن أنه يصير عندهم بعض المكاسب المالية بشكل مفاجئ أو دعم أو ممكن هبات مساعدات استرداد حقوق لإلهم هدايا من عمل إضافي تجيهم فرص مالية بشكل جيد برضو من المحتمل إنها تجيهم بالفترة هاي وخصوصا أنه الشمس لسه ما وصل لمرحلة المقابلة مع نبتون فبتجيب فرص مالية أما بالنسبة للمريخ الآن بشكل زاوية تقابل مع نبتون هاي بتجيب لموليد العشرية الثالثة آخر العشرية الثانية والعشرية الثالثة بتجيب لهم مصاريف بشكل مفاجئ يعني بدخل عليك مال ولكن عندك مصاريف أكثر من الداخل وهاي لحالها بتسبب لك نوع من أنواع لإرباك يعني عطل حادث ضيوف بشكل مفاجئ مشتريات بشكل مفاجئ عشان هيك أهم إشي أنك أنت تحافظ على أموالك تحاول أنك ما تصرف بدون مبرر يعني فترة الدخار لازم تكون مدروسة بالنسبة لإلك لأنه شوي هاي المريخ بضغط بشكل سلبي على هاي النقطة أما بالنسبة للعشرية الثالث البيت الثالث لا إلك فبما أنه عندك الزهرة موجودة والعطارد موجود وهذا عطارد في العشرية الأولى فهدولة بتكثر عندهم الاتصالات والتحركات والسفريات القصيرة أو التنقلات الاهتمام بالإلكترونيات بالسيارات التصلحات ترميمات أشياء من هذا القبيل حتى في منهم ممكن يشتري سيارة أو يعمل صيانة لسيارته أو يهتم بنوع من أنواع الترخيص تأمين أشياء من هذا القبيل أو الأجهزة الإلكترونية أما بالنسبة للزهرة اللي الآن تقريبا على حد العشرية الثالثة فهي بتجيب هنا نوع من أنواع التعاطف أو نوع من أنواع التقارب العاطفي ما بينك وبين الإخوة أو الأهل ولكن في لحظات بتفقد أعصابك ممكن تعصب أو يستفزك موضوع معين فممكن هيك ما تقدرش تتحمل أنت فيطلع منك كلام ممكن ينفهم بطريق الخطأ عشان هيك بتكون تنتبهوا على كلامكم بدر الإمكان طبعا بالنسبة للبيت الثالث إجمالا عندك قدرة على الإقناع الحوارات والامتحانات مدعوم بالحضوظ فيها بشكل جيد وبرضو في نفس اللحظة سفرياتك في الفترة هاي بتكون موفقة بالنسبة للبيت الرابع طبعا بيت العيلة أو بيت البيت ما فيه أي كواكم موجودة فعشان هيك بتتعامل على حسب طبيعتك مع أفراد العائلة بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي ما أفاتر الأمور يعني بتتعامل برضو على حسب الطبيعة الأجواء حواليك بدون لا إيجابية ولا سلبية الأجواء هي لحالها بتحدد هاي الأمور بالنسبة للبيت السادس طبعا هنا بدنا نركز شوي بلوتو بتراجع فموليد العشرية الثالثة بدهم ينتبهوا على أعمالهم ما يحاولوا يحملوا أو يعملوا عمل أكثر من عمل في نفس الوقت ما يدخلوا بمواجهات أو مشاحنات مع زملائهم أو رؤسائهم بالعمل وفي نفس اللحظة بدهم ينتبهوا على صحتهم لأنه بما أن بلوتو بتراجع وفي هاي الدرجة فهذا بسبب أشياء لها علاقة بيعني بعض المتاعب الصحية فعشان هيك انتبهوا على صحتكم وفي نفس اللحظة ما في داعي للمجازفات أو المغامرات بالنسبة للبيت السابع طبعا البيت السابع اللي هو بيت الشراكة فموليد العشرية الأولى زحل مستلمهم يعني بيجيب لهم خلافات بشكل مفاجئ ما بينهم وبين شركائهم بالمال العاطفة بيسوي سوء تفاهم صعب التحاور مع الشريك وخصوصا الزوج أو الزوجة سهل جدا نصير خلاف ما بينهم عشان هيك منقول للخلافات والنقاشات الحادة ابعدوا عنها بيصير سوء تفاهم ما بين وبين أي شخص فجأة بتلاقي مولود برج الأسد بثور أو بتخذ قراراته بالقطع أو بإنهاء العلاقة أو بإنهاء المعرفة هاي برضو تديروا بالكم منها موليد العشرية الثالثة المشتري بيتراجع وهذا عملية تراجعه في العشرية الثالثة نفس الشيء بيجيب نوع من أنواع ردات الفعل أو الأخبار اللي دائما فيها قلق على الشريك يعني بتقلق على صحته بتقلق على وضعه بتقلق على ماله بتقلق على يعني بتخليك دائما أنت مستعطف بالنسبة للشريك أنه أنت نقطة الضعف بالنسبة له فبتلاقي نوع من أنواع الإهتمامات وممكن هذا الشيء يخلي مل أو يبعد عنك في الفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا هنا الأموال المشتركة ونبتن برضو بتراجع فمنلاقي وهنا بيجيب لك مصاريف بشكل مفاجئ على مستوى الأموال الشركة أموال ما بتعود لك أموال شريكك ميراث ورثة قرض بنكي بتتراكم عندك فواتير بصير عندك خوف من المستقبل تردد أو قلق من إعفاء معين من أشياء غيبية كلها هاي الأشياء بتكثر عندك بالفترة هاي فبدك تنتبه منها بشكل كبير يوم ممكن تطلع مواضيع قديمة المواضيع القديمة هاي تستفزك لأنها شو السبب إنها ظهرت بالفترة هاي أنت ما بتعرف ولكن هي سبب ظهورها إنه تراجع نبتن في هذا البيت أما بالنسبة للبيت التاسع بيت السفريات الطويلة أو البعيدة السفر القضايا الدراسة الجامعية ما فيه أي تأثيرات للكواكب موجودة عليها فأنت على طبيعتك بتتعامل الآن إمني جي لأخطر بيت اللي هو البيت العاشر وطبعا أورانوس اللي موجود خصوصا للعشرية الثانية وبشكل زاوية تربيع مع زحل في هذا المكان وهو بيتراجع بطبيعته موليد العشرية الثانية تحديدا هدولا أكثر ناس بدهم يديروا بالهم من تشويه السمعة من حرب على سمعتكم أو محاولة تشويه سمعتكم أو خسارة عمل بشكل مفاجئ خلاف مفاجئ ما بينك وبين رئيسك بالعمل هذه الأشياء بدكوا تنتبهوا أي شيء بشويه سمعتكم بدكوا تبعدوا عنه تماما والنقاط اللي أنا حذرت منها أهم شيء أنكم أنتوا تنتبهوا لها الآن في قلة قليلة من موليد برج الأسد من العشرية الثانية تحديدا هدولا ممكن بشكل مفاجئ يجيهم ترفيع أو منصب أو رتبة أو شغرة طبعا إذا كانوا جاهزين وديرين بالهم من الأشياء اللي أنا نبهت عنها وبرضو بيتمموا أعمالهم بشكل كامل فممكن إنها تجيهم ترقية زي ما حكينا بشكل مفاجئ بالنسبة لأبيتك 11 بيت اللي هو الأصدقاء طبعا الآن جوزاء ما في القمر الأسود موجود فمنجد إنه سوء تفاهم تهرم من بعض الأصدقاء فتور في تعاملك مع الأصدقاء شوي بتشعر إنه الأصدقاء مش فاهمينك بيسبب لك هذا شوية خلافات ولكن ما تخذ كثير على الموضوع يعني حاول إنك تقدم أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا القمر الآن موجود في بيت المتاعب فبتجد إنه الفترة هاي تحديدا أو اليوم هات لأنه القمر موجود في بيت المتاعب ممكن يسيطر التعب عليكم تحس حالك إنه ما عندك رغبة بإنجاز كثير من الأمور فبنقولك إنجز فقط المطلوب منك أو اللي بتقدر إنك أنت تعملوا بالفترة هاي والقصوصا الأشياء العاجلة حاول إنك تخلد للراحة حاول تنتبه على صحتك من بعض الأزمات الصحية رغم إنه ما فيه إشي بخوف إلا إنه ممكن تشعر ببعض التواعكات أو الإصابات الطفيفة بتكون الفترة هاي فارغة من الحضوض ممكن تخفي لك عداوي أو مؤامرة أو أشخاص يعني بتآمروا عليك بدك تتجنب المشاكل قدر الإمكان راعي أعمالك حاول إنك تسيرها آخذ بعين الاعتبار التأخير في الموعيد يعني ممكن ما تمشي مع كل أمور مثل ما بدك أو بالسرعة اللي أنت بدك إياها فتتأخر الأعمال هاي يعني بصير فيه نوع من أنواع المماطلة فعشان هيك بدك تكون حذر خلال هذا اليوم برج العذراء طبعا بالنسبة لموليد برج العذراء لما نيجي على البيت الأول طبعا الشمس لسه ما وصلت لترمي ضلالها على كل موليد برج العذراء فمنجد أن موليد العشرية الأولى تحديدا هم اللي الآن تجاوزوا فترة تعيد ميلادهم بلشوا يشعروا بنوع من أنواع الثقة بالنفس أو تتغير الأجواء أو يرتاحوا شوي من كثافة الضغوطات اللي كانت الشهر الماضي الآن بلشوا هاها يعني يحسوا أن الأمور بلشت تتغير أو فيه أمل بالقادم وهو فعليا فيه أشياء إيجابية جاية للدام ولكن لا ييجي عيد ميلاد العشرية الثانية والثالثة تصير الأمور أفضل وأقوى الآن بالنسبة لموليد العشرية الثالثة بما أن المريخ موجود عندهم هو شوي بعطيهم طاقة بعطيهم رغبة بالتحرك ولكن بيخليهم يتخذوا قرارات قاطعة أو غربلة يعني ينهو أشياء بشكل نهائي أو يصدر قراراته بشكل قلص هذا القراري وانتهى الموضوع والطفان من بعد فما بتراجع قرار سريع ممكن القرار يكون صائب أو قرار فيه غلط طبعا نبتن هو لأنه بيعمل مقابلة فهذا الإشي بضعف قراراتك بيخلي أنك متسرع بالقرارات إلا أنه ما هي هاي الفترة إجمالا لما بكون الشمس لسه ما وصلت لعنكم هي فترة الغربلة يعني إنهاء مراحل عشان نبدأ مراحل جديدة بس يوصل عيد ميلادنا فهذا إشي طبيعي أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا البيت الثاني عنا عطارد موجود وعنا الزهرة موجودة عطارد بعض العشرية الأولى فرص مالية تجيهم من مكاسب من مستردات مستردات هبات دعم طريقة ذكية كيف يجيب فلوس أو يجمع الفلوس طريقة التعامل مع الأشخاص لحصد المكاسب برضو هاي بتعطيهم قوة هائلة جداً أما بالنسبة للزهرة فالزهرة هي سعيدة الآن ولكن الزهرة بسعادتها بتجيب لك حضوض كيف إنك تجيب الفلوس ولكن بالمقابل موليد النص العشرية الثانية والعشرية الثالثة بيصيروا عندهم شغف لصرف الفلوس بطريقة مش طبيعية يعني ممكن يعمل أي شيء لأجل إنه يصرف الفلوس يعني أي شيء أي شيء بده إياه ما بده إياه بلزمه ما بلزمه خلاص بيصير يعني بده يجيبه أو بده يشتريه أو بده يدفع مال عليه فعشان هيك الفترة هاي اللي هي هرب من الواقع لصرف الفلوس بتكون ديروا بالكو من المصريف اللي بتجيكو كاستعطاف يعني حلو الشغلة يعني ليش ما أشتريها ليش ما هي أعملها ليش ما أعمل تجميل ليش ما أهتم أنا بلبسي بالثياب بالأزياء بالأشياء فعشان هيك بتكون بالطريقة هاي بالنسبة للبيت الثالث طبعا ما في أي تأثيرات نشاطك وحركتك بتكون على طبيعتها يعني ما في أي شيء أثر عليك حتى امتحاناتك لاحظ بدعمك ولا نحس ضدك أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا برضو فارغ ما في أي تأثيرات للكواكب فيه على مستوى البيت العلاقة الروتينية العائلية على طبيعة علاقتك وكيف مبنية أنت بتتعامل مع أفراد العائلة ما في إشي يعني يعمل جو أو يعمل سلبية أو هذا لأنه هيك الطبيعة هيك أنت على طبيعتك ما في كواكب اللي نحكي أنها بتعطي إيجابية أو سلبية بالنسبة للبيت الخامس طبعا هنا على مستوى العواطف القرارات العاطفية قراراتنا مع الأحباء نزواتنا هواياتنا بدنا ندير بالنا منها ليش؟ لأنه بلوتو بتراجع في هذا البيت فبيخلي في نوع من أنواع القرارات السريعة أو اتخاذ قرارات سريعة إما بعلاقة جديدة أو انتهاء أو انهاء علاقة فعشان هيك هذا بيكون مزعج مزعج إلك كشخص وفي نفس اللحظة مربك بالنسبة لللي بتعامل معاك تقلب العواطف أو برود العواطف إحنا بنسميها وبلوتو بما أنه بتراجع بلوتو عادة بهدم عشان يبني وهو مشكل زاوية تربيع مع الزهرة فهذا بيخليك سريع بقراراتك لدرجة أنه ممكن تخسر أنت مقابل أنك ما تتراجع عن قرارك هذا الشيء بدك تكون حذر فيه ومنتبه لأنه ممكن يأثر على أولادك ممكن يأثر على لأنه هذا بيت الأبناء وبيت الآباء فممكن يأثر على النقطين هذول أما بالنسبة للبيت السادس فهنا منيجي على زحل والمشتري منقول لكم هنا بدك تنتبهوا لأنه زحل بيأثر على العشرية الأولى آخر العشرية الأولى وأول العشرية الثانية فبيخلي نوع من أنواع التردد في العمل أو الخطوة اللي بنا نتخذها للعمل بيخلي فيه نوع من أنواع الشك عدم الارتياح من أعمالنا خلافات وسوء تفاهم ما بيننا وبين زملائنا أو رؤسائنا بالعمل وبيخلينا نتقاعص شوي أو هيك ما نقدر نكمل أعمالنا بشكل كامل أو نتباطئ في إنجازها فهذا الإشي بيسبب لك مشاكل على مستوى العمل فبدك تحذر من زحل الآن اللي بيجيب المشاكل بشكل مفاجئ أما بالنسبة للمشتري اللي هو بيأثر على موليد العشرية الثالثة فهذا يعني شوي أخف بلا من زحل ولكن رغم هيك هو بيأثر على الصحة كمان بيجيب وعكات صحية سريعة آلام أو جاع مش مرتاح بيخلي قلق من ناحية صحية ممكن القلق هذا يكون عليك أو على أحد الأحبة أو في زيارات لمستشفيات أو علاجات أو فحصات بركز على هاي النقطة بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكة كيف طبعا هنا بيخلي وسواس شك عدم ارتياح انتقاد الشريك بإهماله بتقصيره بعدم تقربه يعني بركز على الأزواج تحديدا وعلى شركاء المال بيخلي الشكوك عالية جدا وبما إنه نبتن الأحلام والأوهام فالشكوك عالية والانتقادات بالتقصير بتكون عالية وبرضو في نفس اللحظة بيخلي فيه سوء تفاهم دائما موجود وانت الملام بالتقصير في النهاية لأنه نقطة ضعفك ساحب طاقتك يعني ما في عندك الطاقة الكاملة للمواجهة في هاي النقاط فدائما بيصير اللوم عليك أكثر أو انت الملام في هذا الأمر أما بالنسبة للبيت الثامن فالبيت الثامن ما فيه أي تأثيرات للكواكب لا إيجابية ولا سلبية على مستوى الأموال المشتركة بالنسبة للبيت التاسع طبعا أورانوس هنا بشكل مفاجئ موجود بنصف البرج يعني على موليد العشرية الثانية تحديدا هدولا ما يعتمدوا على الحضوض نهائيا يعني من البداية ما يعتمدوا على الحض نهائيا لا في الدراسة الجامعية لا في الامتحانات لا في القضايا القضائية لا في أمور إلها علاقة بالسفر البعيد بالهجرة أوراق الهجرة هدولا كلهم بما أنه أورانوس بتراجع معناته منتحس بما أنه مع زحل معناته برضو منتحس أكثر فعشان هيك هدولا الأمور كلها ما بتمشي بسهولة دائما فيه أشياء بتظهر على الساحة بتعطل أو بتأجل أو ما بتمشي رغباتك بقوتها حتى أثناء تعاملك مع الأجانب أو أشخاص خارج البلاد أو أجانب عنك أو هاي الأمور دائما يا إما قمة العلاقة بتكون يا إما قمة العداوي تنتهي العلاقة بشكل سريع جدا وأيضا تنقلب من محبة لعداوي وهذا إشي طبعا بما أنه أورانوس اللي في البيت التاسع وبيتك أنت التاسع فارجع راجع نفسك بتجد أنه أنت سبب في نقاط معينة في هذا الموضوع وهذا برجع لا أمور إلا علاقة يعني بالمفاجآت وزحل بضغط بشكل كبير على هاي النقطة فعشان هيك بدك تحاول قدر الإمكان إنك أنت تضبط أعصابك تراجع حالك تراجع قراراتك ما تعتمد على الحضوض ما تخطو خطوات متسرعة ادرس كل البينات بشكل جيد قبل اتخاذ قراراتك إن كان بالوصل أو بالقطع على أساس أنه أنت ما تكون ملام اللي بيشتغلوا بأمور الاستراد والتصدير وخصوصا على مستوى شركات كبيرة بدهم ينتبهوا لأنه هاي النقطة بتسبب لهم نوع من أنواع التعب ممكن شوي يغامروا بدون دراسة المشروع فعشان هيك لازم يدرسوا المشروع بشكل جيد لأنه ما في داعي للمجازفات يعني بدك تكون حكيم بمعنى آخر بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة طبعا ما فيه أي كواكب أو ما بدنا نحكي عن القمر الأسود أنه بأثر على بيت السمعة فمنحكي أنه تأثيرات هي أنت بدك تعتمد عليها أنت تعرف تحركها أو تتحكم فيها أهم إشي إنك ما تشوه سمعتك وانتبه لعملك وعلاقاتك مع زملائك ورؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا القمر الآن موجود في بيتك 11 فقلال اليوم اللي هو اليوم هذا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة يتوجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو أنه مثلا يحب أنه يلتقي بالأصدقاء اليوم أو اتصال من صديق قديم بالنسبة له ولكن أهم نقطة تتجنبوا الانتقاد أو انتقاد أحدهم وتبعدوا عن المصاريف باستطاعتك اليوم إنك تكسب تعاطف أي شخص أو تعاطف الآخرين وممكن تتميز حتى علاقاتك يعني الفترة هاي أو هذا اليوم فيه نجاح فيه انتشار جيد جدا ولكن أهم نقطة زي ما حكينا إنه ممكن يحمل بعض الأعباء المنزلية أو الأمور اللي إلها علاقة مثلا فيه أمور مصاريف أو هدايا أو مناسبات اجتماعية تطلب منك بعض الدفع للأموال أو يكون عليك مثلا زيارة مباركة بدك تهدي بدك تسوي فهذا الإشي ممكن يضغط عليك ماليا أما بالنسبة لبيت المتاعب اللي هو الأسد فطبعا ما فيه أي تأثيرات للكواكب لا إيجابية ولا سلبية لأنه الأسد فارغ من الكواكب فعشان يكيب ما فيه أي مخاطر مخفية ولكن منقول لك خلال اليوم أو بكرة انجز الأعمال المهمة والضرورية لأنه القمر رح ينتقل للأسد يوم الجمعة فهذا الإشي شوي رح يسبب لك نوع من أنواع الضعف لأنه هذا بيت ثقيل فعشان هيك بدك تحاول قدر الإمكان أنك تنجز كل الأعمال المهمة اللي لما يصل القمر للأسد تكون أنت تقريبا ما عليك أي التزامات برج الميزان طبعا بكرة إن شاء الله رح نحكي عن الميزان بالتفصيل زي ما حكينا عن الأوراج اللي قبلها فبحلقة الغد إن شاء الله رح نفصل البرج بالكامل اليوم طبعا تتركز جهودكم على عملكم على علاقاتكم بالمسؤولين القمر الآن في بيت السمعة فتقدروا اليوم أنكم تثبتوا جدارتكم الدفاع عن مصالحكم الدفعوا عن سمعتكم هذا يوم مناسب للي بيبحثوا عن عمل أهم إشي إنك ما تشوه سمعتك بعرف إنه ظروف شوي ضاغطة ولكن ممكن هاي الفترة تحمل لك فرصة عمل مهمة أو شهرة مهمة أو معرفة تكون مميزة بدك تكون منتبه لكل شيء ما تترك الطيش أو اللهو إنهم يتسببوا بأخطاء ممكن إنها لا تغتفر برج العقرب طبعا اليوم بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر بالسفر البعيد علاقاتكم مع أجانب اتصالات بعيدة القمر الآن موجود في بيت قوي جدا بالنسبة لإلكم فلازم تستثمروا بدكوا تكونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة بس في الشوارع المفتوحة ممكن يتميلوا اليوم للإسترخاء استجمام لكن بدكوا تحذروا من الفوضى هاي فترة مناسبة للتشاور لعقد المفاوضات للمشاركة في مختلف النشاطات للامتحانات للسفر للنقاشات حتى السياسية والفلسفية والدينية هاي كلها ممتازة جدا والتقرب مع الأحباء برضو ممتازة فممكن إنكوا تستثمروها بشكل جيد ولكن الأهم ما تؤمنوا أشخاص بإنكوا تكشفو لهم أسراركم اليوم برج القوس بتنهمك اليوم بيضبط شؤونكم المالية المشتركة لأن القمر في البيت الثامن فعشان هيك رغم النفقات القمر سعيد بيجيبلكوا فرص لمكاسب المكاسب هاي مصدرها شراكة يعني شريك المال أو الزوج مثلا يعطيك فلوس أو مثلا حصالة مثلا في البيت أنت بتدخر أموال اليوم تستخدمها أو تعويضات ممكن ترغبوا اليوم في لفة الأنظار حاولوا أنكوا تبددوا الأجواء السلبية حاولوا تبعدوا عن الأجواء السلبية قدر الإمكان حاولوا أنكوا تخرجوا للقاء الأصدقاء حاول تمرح فكر بالغد أكثر باستقرار وضعك المالي أكثر أهميش أنك ما تستعجل بتوقيع أو عملية تجارية حاول أنك تدرسها بشكل جيد ما في داعي لأنك أنت اجازف يعني مش أي شخص يجي يطرح عليك فكرة أنت على طول الخط واو هاي الفكرة الممتازة خليني أبدأ في هذا الموضوع لا أدرس وراجع وحلل بشكل جيد يبل ما تقطوا هاي الخطوة برج الجدي طبعا القمر الآن موجود في مقابلكم تماما في السرطان فعادة زي ما بنحكيها دائما لما بيكون مقابل يعني بعطينا إيجابية في نقطة ولكن بيسحب مننا طاقتنا نقطة ثانية وهذا الإشي بيضغطنا بشكل كبير بيسوي عنا حدية الطبعة فاليوم بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة والتقرب من الشركاء أو المصالحة أو التقرب من الأزواج أو الاهتمام بموضوع الزوج ولكن بالمقابل طاقتك ضعيفة فحاولوا أنكم تبحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء العمل والعاطفة ولكن بتكون تتجنبوا بالمقابل الانتقادات ما تنتقدوا حد ما توجهوا ملاحظات على أنواعها حاذروا من المواجهة الكلامي الأجواء طبعا لأن طاقتك ضعيفة فبنعتبر أجواء سلبية جدا ما تسمح باختلاق المشاكل حاذروا من مخالفة التعليمات والقوانين لأن الفترة ضاغطة صحيح أنه ممكن يكون في بعض الأمور الإيجابي على مستوى الشراكي زواج خطبة ولكن يعني ضغوطها برضو مش محتملة برج الدلو طبعا العمل بيتراكم عندكم الآن القمر موجود في البيت السادس فبتركزوا على العمل بتركزوا على الصحة أكثر شيء حاولوا إنجاز ما اللي بتقدروا عليه من أعمالكم وحاولوا أنكم ما تهملوا صحتكم صحيح أنه ما في خطر لأنه القمر سعيد اليوم إلا أنه ممكن تشعروا ببعض التواعكات حاولوا ما تدخلوا في مواجهة مع زميل بتكثر عندكم التنقلات وورشات العمل ممكن تضطر لتقديم المساعدة لأحدهم كما أنه هاي الفترة بتكثر فيها المسئوليات والالتزامات على أنواعها بدك تحاول أنك تكون حريص على صحتك في هاي الفترة وحاول أنك ما تدخل بأي خلاف يعني مع أي حد في مكان عملك برج الحوت بتشتد اليوم رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم يعني يوم إيجابي بعد يومين ضغطات فبتعوض الضغط اللي أجاك في الأيام الماضية فعشانك اليوم نعتبره مميز على المستوى العاطفي على المستوى الفكري على مستوى نزواتك علاقتك بأبنائك اليوم بينصفك القدر في كثير من المسائل أهم شيء أنه ما تسمح لأي حد أنه يغشك يعني حاول تحط حدود سريعة هاي الفترة بتحملك فترة انفراجات يعني ما فيها ما بنقدر نحكي أنها بسيطة لكنها جيدة وبتحمل تعاطف عشان هيك حاول أنك تتحرك ما تكون مكتوف اليدين حاول أنك أنت تستغل الفترة هاي تتحرك وهب لا استغلال الفرص فهاي فترة إيجابية داعملة إلك ما تخليها تضيع هيك فهذا يوم ويوم خميس كمان فيعني إن شاء الله أنه بكون فيه أشياء تفرحنا خصوصا بعد ما تكتب إياها بالتعليقات إيش اللي صار معك الإيش الجيد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر